فواقع البهائيين ومعاناة البهائيين في اليمن هي من ضمن معاناة المجتمع اليمني الذي يعاني معاناة مريرة في ظل ظروف الحرب وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فواقع البهائيين كما هو واقع خصوصا الأقليات الأكثر ضعفا في المجتمع اليمني نعاني نحن كبهائيين من الاضطهاد عانينا من السيجن عانينا من الملاحقة عانينا من مصاطرة الممتلكات عانينا من المحاكمات الجائرة التي وصلت إلى حد الحكم بالإعدام على بعض البهائيين عانينا أيضا من الملاحقة والمضايقة حتى في أرزاقنا عانينا من الاضطهاد الممنهج الاضطهاد الذي شمل جميع حياتنا نحن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ليس لنا حق التعبير عن إيماننا ليس لنا حق أن نعبر عن هويتنا البهائية عانينا أيضا من التعذيب داخل سجون الحوثيين أنا أحد البهائيين الذين سجنوا في سجون الحوثيين ومورس في حقي العديد من صنوف التعذيب والعديد من صنوف الامتهان في سجون الحوثيين وواقع البهائيين بشكل عام هو واقع سيء ومرير كما هو واقع المجتمع اليمني الذي يعاني من التمييز هؤلاء المتطرفين الذين ينظروا أنهم أصحاب حق إلهي ينظروا إلى الآخر المختلف عنهم بأنه لا حق له في أن يكون موجودا في بلده ولذلك عانينا أخيرا من النفي تم نفينا في نهاية المطاف من داخل الأسر